23 مليون مرأة في مصر تعول تعول يعني هي المسؤولة عن القصرة بتصرف على الولاد وبتصرف على البيت وسواء الزوج كان مريض أو عاجز أو متوفي أو فلا بصي إذا هتكلمين عن المرأة المصرية فأنا أقولك أن المرأة المصرية الوحيدة في العالم أكتر مرأة مكافحة ومجاهدة وصبورة وأكتر مرأة في العالم عندها قدرة غير عادية يعني خلينا نقول مثلا في الدول الأخرى بدون طبعا بدون نعرفين هما بيلومون على فكرة يا دكتور بيقولوا أنتوا اللي بتعملوا كده الستات هما اللي بيعملوا في نفسهم كده بتصبر زيادة عن اللزوم وبتتنازل عن حقوقها بس لا دايو حساب ليها مش عليها يعني أنا النهاردة أنا النهاردة لأ أنا النهاردة ألوم ست صلبة قوية واقفة على رجلية مسرة ترعى ولادها وترعى بيتها وترعى جوزها وتحط على عاطق نفسها مسئولية أني أنا طب ما هي كان ممكن جدا ترجع للمكانة وكان الطبيعية اللي ربنا ادهالها اللي هي ايه والله أنا بتصرف علي وأعود في البيت أنا واجباتي المنزلية هعملها لكن لازم تصرف عليها مصاريف كاملة واحتياجاتي كلها تجيني لحد عندي وأعيش حياتي كأنسة ما طلعش من البيت وكل حاجة تجيني لحد عندي ما هو دا ما هو دا التشريع الالهي اللي ضمن للمرأة الحياة المصانة الكريمة مصدوط هي ما قالتش كده وخدت على عاطقها أنها تنزل أنا أعرف بشكل شخصي ستات كتير جدا سواء كانوا عندهم مؤهلات علمية أو لا هي المسؤولة عن إدارة هذا المنزل وهذه الأسرة بالكامل بالكامل نمازج في حياتنا كتيرة جدا 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 فالمرأة المصرية لا والله أشهد بأن المرأة المصرية على مستوى العالم أنا لم أرى مثلها بصراحة بصراحة أنا بشوف نمازج وقصص بصراحة يعني حاجة دخلي الواحد يعني ليه يعني ليه الضغط النفسي والعصبي والجهد اللي المفروض يعني فيه رجل هو اللي يشيل بيبقى فيه بعض الظروف هي مضطرة هي لما بتكون مضطرة ما أنا أقول لحضراتك هي لما بتكون مضطرة إما فيه فقد العائل أو عجز العائل أو الوفاة مثلا يعني الراجل بيطلع وبشتغل ولكن إراده بسيط جدا لا يكفي هذه الأسرة فهي بتطلع بتساعد يعني هي بتضطر إنها تشتغل وتكافح وتطلع من الصبح الأخر النهار علشان تساعده صح فدي برضو تحسب ليها أكيد يعني خلاح المصري الست بتصحى من الفجر مع زوجها بتطلع معاه بتروح معاه الغير الزبط في الغير بتروح معاه الغير معروفة من زمان آه لا وخلي بالك كمان وبتطلع توديه الأكل بالضبط والعمال اللي معاه فيعني بصراحة إذا هتصلمين على الستة المصرية أنا أفتخر إن أنا مصرية آه طبعا وأفتخر إن أنا ستة المصرية طبعا يعني إحنا إحنا أحفاد سيدة هاجر مصرية زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني عندك الأسرار العديمة الإرادة أما مسألة إنه هي بتقهر خليني أقول لحضرك على حال دايما دايما في محاولات ودايما في جهود بتبذل إنه مساعدة الأرامل والمريضة وال كل كل جزء في الحياة لتغطية بمعنى لو هي جزءها متوفي ففي معاشات للأرامل لكن برضو خلينا نرجع ونقول أيوة المعاش لا يكفي هو بيساعد ما وأنتي مش هتقدري تعملي تغطية كافية لهذا العدد المهول يعني صحيح فبالتالي هي برضو بتنزل تشتغل وبتضطر أحيانا إلى إنه الولاد في الجامعة برضو بينزلوا يشتغلوا عشان يساعد نفسه ويخفف من عبء المصاريف على والدته أو على أسرته الغير قادرة ترجمة نانسي قنقر